تارو كونو الخارجية الياباني لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحياتي وتقدير السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان ووجهت دعوة لسموه لزيارة اليابان فيما كلفه سموه بنقل تحياته وتقديره لرئيس وزراء اليابان وتمنيات سموه لليابان وشعبها الصديق استمرار الرفعة والتقدم وأكد سموه حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ارتكازا على ما يربط بين البلدين من علاقات قوية واحترام متبادل وأشهد سموه بما تقدمه اليابان من نموذج رائد في التنمية بشتى أشكالها والتي تعد نموذجا ملهما للعديد من الدول في مشوارها على طريق التقدم والنهضة مواربا سموه عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل المشترك الذي يعزز من أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين وبخاصة في مجالات الأمن والاقتصاد وأكد سموه أن كل من البحرين واليابان تمتلك من المقومات ما يساعدهما في ترسيخ أسس تعاون متميز ومثمر في العديد من المجالات إذا ما تمت الاستفادة منها في شراكات واستثمارات تلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين ودعا سموه إلى تكثيف الزيارات بين المسؤولين في البلدين الصديقين من بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفتح أفاق جديدة تخدم المصالح المشتركة من جانبه أربى وزير الخارجية الياباني عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الاهتمام الذي يوليه سموه بتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص بلاده على تقوية علاقاتها مع مملكة البحرين في شتى القطاعات مشيدا بما تشهده البحرين من تقدم ونماء في العديد من المجالات وأكد اهتمام اليابان بتفعيل الاتفاقيات التي تربط بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتوقيع المزيد منها وقال إن اليابان تهتم اهتماما كبيرا بأمن واستقرار المنطقة ويسود السلام والنأي بها عن أي شيء يعكر صفوها فاليابان تنظر بعين الاحترام والتقدير للمنطقة لما يربطها من علاقات صداقة قوية مع دول المنطقة وقال إنه استمع إلى رأي سموه في العديد من القضايا التي تهم المنطقة في إطار ما يتمتع به سموه من رؤية بعيدة وقراءة وتأكيد سموه على أن البحرين حريصة على بناء شراكة حقيقية مع توكيو في سائر المجالات في ظل الخطوات المتقدمة التي تشهدها العلاقات والتعاون بين البلدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة